في قصيصة بسيطة أقولها كان في شاب اسمه جوزيف الولد ده كان انجليزي ترك انجلترا ورح الولايات المتحدة الأمريكية بقي كمان أمريكاني بس هو بيحب السفر ساب أمريكا ورح كوبا ثم من كوبا رح إلى أسبانيا دي قصة حقيقة وفي أسبانيا هو ما كانش يعرف تكلم أسباني ما عرفش مين قال عليه أنه جسوس وفجأة عمله محاكمة عسكرية ولبسوا طاقية الإعدام وقال له بكرة هتتعدم ليه من غير ليه أنت جسوس من كوبا هو ما كانش جسوس المهم قدر يتصل بسفارة أمريكا وسفارة انجلترا حاولوا معاهم مرضوش جوم الصبح وخلاص الزابط بيقول عشرة تسعة تمانية جاءت واحد من سفارة أمريكا رح لفه بعلق أمريكا واحد من سفارة انجلترا رح لفه بعلم الولايات بريطانيا وقالوا لهم قتلوه طبعا الزابط ما قدرش يقتل لأنه لو أطلق رصاصة واحدة هيكون بيقتل الولايات المتحدة الأمريكية وبيقتل بريطانيا العزمة وقتها وده هتبقى مشكلة فقالوا له خلاص امدي بسلامة أنا كنت هتدبح بس لما تغطيت بعمل المسيح أحتمي فيه زي الفلك سفيدة نوح القديمة اللي دخل فيها نجي من الغضب اللي جاي من فوق اللي جاي من تحت علي أن أعترف أن أنا خاطي وألتجي واحتمي في المسيح وأقول له يا رب السحق الدبح الدبحة بدالي السلم حياتي وعند ذلك يقبلنا الله على أساس زبيحة ربنا يسوى المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة